السلام عليكم تعالوا شاركوني ميلاد منتج جديد من رفال السقة كلها والحب كله هي رفال ومنتجات رفال النهاردة مولد محضر الطعام من رفال 38 وظيفة المطور بتاعه 1000 واط وإحنا متعودين من رفال لما يقولي 1000 واط يعني فعلا فعلا المطور بيديني 1000 واط الدورة بتاع الكبة نفسها أو الخلاط أو المطحنة ضد الكسر تخيلوا وعشر سنين ضمان على دورة الخلاط ودورة الكبة اللي ضد الكسر 38 وظيفة يا جماعة ينتغطي لي كل حاجة في المطبخ الدورة بتاع الكبة 3 لتر الخلاط لتر و800 يعني حوالي 2 لتر بصوا بقى المطور من النحاس دي حاجة الحاجة التانية زي ما اتفقنا وأهم حاجة 1000 واط حقيقي شوفتونتو القواعد أو الأواعد البلاستيك أو الكويتش بتاعة المطور اللي بتخليه يثبت كويس قوي على الرخامة ما يتحركش أبدا ده دورة الخلاط بالشفارات بتاعته الحمية جدا جدا وزي ما انتوا شايفين الغطى الكبس اللي ما بيخليش نقطة مية تخرج منه زائد الدورة كمان الأساسي بتاع الكبة شايفين الماتيريال بتاعته شفافة وجميلة ازاي كل حاجة فيها يا جماعة متقنة جدا جدا الناس اللي بتحب محضر الطعام وبتحب يبقى كل الأجهزة عندها موجودة تحت إيديها مش هتلاقي أنسب من محضر الطعام بتاع رفال سواء في الوظائف تعدد الوظائف اللي بديها لي أو في السعر الاقتصادي وده اللي متعودين عليه من رفال بصوا قطع الغيار قد ايه يا جماعة المبشرة وقطعت الشبسي وكمان قطعت الخضار اللي بيبقى تقطيع تخين شوية السكينة الحمية جدا وادي كمان المطحنة فاكرين كده المطحنة الأصلية بتاعت زمان هي دي اللي موجودة معانا من رفال وبعد تنسوا أحلى حاجة في رفال خدمة ما بعد البيع رقمين التليفونات بيبقوا موجودين في الضمان وموجودين على الكارتونة ودي أحلى حاجة في رفال أنا بحبها بعد السعر الاقتصادي دي بقى كمان يا جماعة عصارة لمون وعصارة برتقان تعالوا كده نشوف بصوا تعالوا نعصر البرتقان السرعة القوية جدا اللي انتوا شايفينها دي دي كمان على أول سرعة على رقم واحد بصوا شايفين الجمال مجرد بس انك بتسنيدي نص البرتقانة بأيديكي كمان الدرق بتاع العصير ده فيه مصفة من فوق بيحجز البزر زي ما انتوا شايفين وحاجة تانية كمان الحنفية بتاعته بلوك يعني أنا دلوقتي قفلة اللوك بتاعها هوريكوا دلوقتي ازاي تفتحيه كده فأنا فتحت اللوك تعالوا نشوف دلوقتي بصوا قادي البزر ودي اهو اللوك اللي بقولك عليها تقفليها وتفتحيها زي ما انت عايزة سواء اللمون أو البرتقان في ثانية تقود يا عصارتيهم الله حاجة كده بيور كده حاجة طاعة مطعمة السنين تعالوا بقى نتحن اصعب تابل ممكن يتطحن الكبابة الصيني عشان كده دايما بنجيبها بودر من بره وبتبقى كمان متضاف عليه حاجات تعالوا بقى نتحنها وتبقى اصلية معاكي تخلي ريحة اكلك مفحفاحة كده وزي العسل بصوا أنا عندي المتحنة دايما اي متحنة باختبرها بالكبابة الصيني دي اهم حاجة تتحنها لي وبرضو على اول سرعة بضرب وارجع اضرب وارجع تعالوا بقى نشوف كمية الخضار دي هنعملها ازاي مع بعض بطاطس وخيار وجزر وتماطم دي قطعت الشيبسي ركبتها زي ما انت شايفين وكمان هقطع بقى البطاطس بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله في ثانية البطاطس كلها بصوا كانت تقطعت شيبسي بالمنظر ده والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليها شايفين الجمال بصوا في ثواني البطاطس تقطعت انقعيها بقى في شوية مية سقعة من التلاجة وعلى الزيت على طول واحلى شوية شيبسي طيب تعالوا نجرب المبشرة المبشرة بقى هتبشر لك البصل الخيار الجزر وكمان هتحمي عنيك بقى من ريحة البصل والدموع اللي هتنزل مفيش الكلام ده هتروح يحط البصلاية هتروح نزلالك على طول مبشورة بصوا الجزر اللي هو اصعب كمان من البصل والخيار بصوا مبشور بسهولة ازاي ما شاء الله على المطور الف وط يعني الف وط بالزبط وهي دي احلى حاجة في رفول طيب تعالوا بقى بصوا المنظر شوفوا الخيار والجزر اتبشروا ازاي شكلهم يفرح الله اكبر عليه تعالوا نشوف القطعة دي بتقطع لي الخضار تخين شوية لو عندك اي خضار مش عايزة يبقى مبشور عايزة تقطعي قطعة تخينة دي القطعة دي هتبقى ايدك اللينين فاي حاجة بقى تيجي في بالك بصوا بتقطعها كده بالحجم ده شايفين في ثواني وانا وقفة عملت ميت حاجة ميت وظيفة مش 38 دي بقى السكينة بتاعة فرم الخضار وفرم اللحمة وما قدركوا ما فرم اللحمة بقى والطعمية الفول الماتشوش الحل ونعمل شوية طعمية ونعمل لحمة مفرومة على ادينا في منتهى الجميل بصي في ثانية كل ده والله على اول درجة على رقم واحد شايفين ماشى الله المطور عامل ازاي في ثواني فراميتلي اللحمة ولا كلمة ولا كلمة هوريكوا كمان بصوا شكلها عامل ازاي ايه الجمال ده يا رفال بس ايه الحلويات بتاعتك وبتاعت محضر الطعام الجميل ده غير بقى القطعتين دول اللي بتقشر الطوم والبصل وكمان اللي بتخلط العجان السيلة زي الكيك والكريب والسكينة دي اللي تقلبي بيها سواء في دورة الكبة او في دورة الخلاط بجد رفال ابهارتني بالمنتج الجديد مبروك يا رفال عليكي ومبروك علينا المنتج الجديد محضر الطعام السعر الاقتصادي بالمنتج الجديد